في بطرس الأولى الصحر الرابع والآية 7 والآية 8 مكتوب وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا وصحوا للصلوات ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا مكتوب نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق أحب بعضكم بعضا من قلب طاهر وبشدة وأما المحبة فلتكن بلا رياء غير مخادعة ما فيهاش أي رياء أي خداع أي غش ما فيهاش أنك أنت بتلعب دورين تظهر محبة من الخارج لكن قلبك مليان ضغينة ضد هذا الشخص فهون يتكلم عن المحبة الغافرة المحبة الساترة المحبة الشافية التي تلمس كل كيان الحياة فتغير وتجدد الحياة وتقود الإنسان إلى الحرية الحقيقية لكي يتعرف ويلتقي برب المجد عندها سيتحرر من القيود عندها سيتصالح مع الله الآب عندها ستغفر خطياء ويكون نصيبه الحياة الأبدية ويتم الخلاص الكامل حتى تغفر خطياءك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر